وإلى اللقاء الذي جمع وزير المناجم والجيولوجيا مع مندبي وزارة المناجم العاملة في مجال التحصيل المالي يهدف هذا اللقاء إلى معرفة طرق جمع الموارد المالية والعوائق المسببة في نقص هذه الموارد بحر الدين عبد الشافي والتفاصيل دعا وزير المناجم والجيولوجيا دافيد حودنغار مضراء الموارد المالية والبشرية بالأقاليم في جلسة عمل وذلك للبحث عن الأسباب الحقيقية للموارد المالية هذا وقد حس الوزير جميع الحاضرين بتوضيح كل الأسباب المؤدية إلى قلة الموارد المالية والسعي إلى إيجاد حلول عاجلة ومعرفة وتحديد الأماكن الأساسية ومقر مناديب الوزارة بالأقاليم مشيرا دافيد أودنغار إلى أن العاملين يعانون من مشاكل عدة في هذا القطاع لذا طلب منهم الوزير تقديم بيانات كافية لكل الأشكاليات التي تؤيق المسيرة التنموية مما سبب إلى تقليل الموارد المالية تبقى الإشارة إلى أن وزارة المناجم والجولوجية تملك محطات كبيرة لكسر الحصوات والمحطات الرملية وأخرى لتنقيب الظهب والفضة واليرانيوم كل ذلك يسهم في عملية دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير أموال طائلة في خزينة الدولة